راتب اللاعبين على نوعا ما مقارنة برواتب المهن الأخرى التي نقول عليها نبيلة كالطيب أو التعليم أضمن بأنه يجب مراجعة الأسعار رواتب هذه لأنه نوعا ما مرتفعة مقارنة لأنه اللاعب اليوم نشوف أنه في البطولات ما رهوش بالمستوى تبطولات الأوروبية أو العالمية قضية الأجور التي تقضوها اللاعبين البطولة الوطنية هي من اليوم وليدة اليوم منذ مدة طويلة وطويلة وهي ظاهرة فيها العالم بأكمله فيه لعبين في أكبر الدوريات يتقضونها أموال كبيرة وكبيرة جدا هي حتى ميزانية تعفارق في الدورية الجزائرية وأكثر اللهم لا حسد العطال والله أربي زيد له في سياطرة في العالم الناس اللي جوار دوفوت يخلصوا بزاف مش غير في الجزائر كورة تقدم كانت لعبة الفقراء بعدها تحولت إلى بيزنس نقدر نقوله بيزنس كان عقود إشهارية حيات ما تنساش تاني بليل حيات تعلعب كورة تقدم قصيرة معيشة تعلعب كورة تقدم شي معيشة كتها أي لعب عادي يعني من ضغوطات يدخل أرضية الميدان يسمع كل النواع السب والشت بيسكي الصالة اللي يديه بلك يخلص شهر أم ودوم وطربة ومو ميزيتش ديري حسابك بليل باقي يقعرح مش رح يخلص أهلا بكم مجددا المشاهدين الكرام ومرحبا مرة أخرى بضيفي البروفيسور نوردين بكيس مرحبا بك طيب سألنا المواطن والآن أريد أن أسألك دكتور هل يمكن أن يحدث هذا التفاوت في الأجور صدمة أخلاقية داخل المجتمع أكيد هي كين زاويتين أحيانا كين مهن ولا وظائف لديها أخلاقيات سيئة ولا عندها منظور سيئ ولا رؤية المجتمع لها سيئ وكين وظائف أخرى لتعتبر نبيلة وأحيانا تلقى المداخل تحضعي فهنا أحنا دوك لازم نفرقه بين تقييم الأخلاقي وتقييم الاقتصادي كي تقييم الإخلاقي ما عندوش علاقة دايما بالاقتصاد لأنه العامل الاقتصادي والتقييم الاقتصادي يعتمد على قيمة المنحة قيمة الأداء وقيمة المداخل يجيبها ناخده ميتة أتصور أنت عبد المالك عندك خدامين عندك بيزيريا وعندك زوج خدامين يخدموا ببيتزا عندك واحد روضة بيزا في تقيقة يخدم لك تلت روضات مثلا وواحد يخدم لك واحدة لي يخدم لك واحدة ويد فاميليا وعاقل ومربي ويصلي وهايل لي يخدم لك تلت روضات أقل أخلاقا منه شوية أخفير أخل من دي باطن من الأول أخل من دي باطن انتعي عجبك لي يخدم لك روضة واحدة بتحكي جي تمد الصالير شو كل يتمدلوك تلك للمردودية الأكثر تمدلوه لي يخدم لك تلت روضات تا بيزا في تقيقة مقابل مردودية يقدر يوجد لك واحدة الخمسة لي صندويج في تقيقة زي دقائق حتى ان كانت أخلاق ومتمييز يعطيك صحة هنا تقولي مربوطة بالربح والخصان واشتقدر تربح إليك كان ونزوج ما عندك لبيعه نعم تحبسهم تحبسهم تقولي ما تسحقهم مع انت القيمة وراهي قدما يكونوا الناس والخدمة كينا بزاف قدما ما تسحقهاش طيب ولكن فهذه النقطة بروفيسور هل قيمة الأخلاق ما نحتاجوهاش؟ لا ماشي بالضرورة لانه البلاد العالمية يمشيش بالقيم الأخلاقية يمشي عادة يتبعو درام لا بروف شوف تلقى باللي لا دروق من أنجع تشوف من أنجع التجارات اللي رائجة عالميا كيم بولدان تخدم عليها ومنتشرة في كل مكان يعني اشياء كتير احنا نعتبرو غير أخلاقية شوف نوعية الأفلام اشياء كتيرها ما احنا وش يهمنا ذوك يهمنا قضية المردودية مربوطة بالحاجة اللي يسحقها المجتمع ليسحقها المجتمع مثلا قال احنا عندنا القراية ماشي منيحة في الزير التعليم المردودية التعليم ماشي منيحة وش تقولي تسحق؟ درس خصوصية لو كان عندك تعليم مناح تسحق درس خصوصية ما تسحقهاش تكتافي بالمقرر هي اللي تخلي اسكو تسحق ولا ما تسحقش درسامو عندك انتايا في الزير مع مراليز اجونت سيكيريتي وجميع واحدة يقدر يخدم اجونت سيكيريتي اي ولا لا 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 ما انتا نورما ملأجرت اجونت سيكيريتي يكون هابط ولا طالع نا طالع ما يدمونديش مهارات كبيرة قدمان الخدمة ما يدمونديش مهارات كبيرة قدمان ما تسحقوش ويلاقوش مع انتا مع انتا تقدر تعودو يجيو مكن استبدالو كاين بزف كما هو ليقدروا يؤدو الوظائف لما فيهاش مهارات كبيرة كاينين بزف اطواتو ما تكمل اجونت تكون ضعيفة ضعيفة اذا المردودية تكون بمنطقة اقتصادية بحثة بالدرجة الاولى كي تكون عندك الدراء كي تكون عندك مهارات خاصة اللي تموش تولي القيمة المقابلة كبيرة قد ما يخصوك هاي انا حكمو بايزم حنا في الزير نجيبو له الشامفيون ديمونة التقريب في العالم لما خير الشاشمفيون ديمونة التقريب في العالم نجيبوه من الافريكا estuvي سود أو من المريكان والا جيبوه نجيبوه زير اصكو عنده خدمة اصكو نسحقوه لا ما نسحقوه شندروا به هو شامفيون ديمونة شي عندنا مع انتا اللي تتاعه وما نسحقوها هاشها وتمتخدموهو اطواتيك مو متخدموهو ماهو ماهو تصيح ما ربوطه واش تاصحق المجتمع وشيسحق ومعه تقدموش يسحق المجتمع تزيد الحاجة عليه وليه مطلب